في موضوع آخر استقبل رئيس الجمعية الوطنية محمد بومبا مقت صباح اليوم بمكتبه في نواكشوت إزابيل هنية سفيرة جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى بلادنا تناول الاجتماع العلاقات البرلمانية الممتازة القائمة بين بلدين الصديقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك حضر المقابلة محمد يحيى والحي مكلف بمهمة في جمعية الوطنية وبعد هذه المقابلة اجتمعت السفيرة مع الفريق البرلمان للصداقة بين الجمهورية الإسلامية الموليتارية وجمهورية ألمانيا الاتحادية ترجمة نانسي قنقر